اهلا بكم. انبارح حصلت اه او النهاردة حصلت الضربة بتاعت اه ايران ضربت على قواعد عسكرية امريكية في العراق. عاوز اقول لك ان في زاوية مختلفة عن انت بتسمعوا ده كله? هلنقشل النهاردة. وترامب طلع تغريدة قالوا كل حاجة تمام احنا ماشي زاير فل الكلام ده كويس. هو جواهات زريف رد عليه قال له بص يا معلم احنا عملنا الضربة بتاعتنا وده ردنا وده اخر كلام عندنا. ومش هنضرب تاني. ده في الجانب اللي هو الايه? العسكري. لان انه وترك انبارح واول انه الدرب مش عسكري. ايران خادت الدنيا في منطقة تانية خالص وبتاعت كده. وهي هتعمل كده. جواهات زريف ده ولا زريف جواهات. قال لك بص يا يا جماعة احنا ما يعني ايه? مش هنعمل اكتر من كده. طلع ترامب بالليل الصورة اللي هتشوفها دي برأيي انا ورأيي فريل عمل في البرنامج معبرة. ده ترامب اللي هتشوفه ده. اللي اتضربت له قواعد عسكرية كان يجلس منتظرا هتجيله الضربة فيه لحد ما تمن. ده ترامب بالنسبة لي انا طلعنا انا من الكادر عشان ما تكونش بينهم. ايوة ده ترامب. يعني لما تشوف ترامب هو واقف النهاردة كده تكلم? المفروض انه مضرب له قاعدة عسكرية صح متفرغة وفاضية وصح عنده علم وصح كل اجانب مشيه صح? بس ترامب بالنسبة لي تمخد ترامب فاصبح فقرا. اول ده فقرا مش ولا ده فقرا هو ده يعني بصراحة بصراحة. خليني اتكلم سياسة شوية بجد. انا مش عاوس حد يتضمر ولا حد يتضرب ولا حجم. بس على ما اعتقد لم يكن هناك صراع ندي بهذه الطريقة بين بلدين في العالم الا بين القوى العظم. ان تجبر ايران امريكا والعالم على انتظار الدربة ثم تضرب هذا لم يحدث ابدا من دولة من العالم التالت. خليني اتكلم يعني بصراحة. يعني ولم يهن امريكي في العالم العربي والعالم التالت مثل ما اهينا في الصومال. لما سوح الى الجنود. خلي بالك اصلا انت فيه تاريخ غنى في الحدة دي لازم تعرفه. لازم زملاتنا يجبرنا الجنود هم بيتسحلوا. اللي حصل ان ايران اوقفت العالم كله خلته واقف مستني هنضربه فين? وانا قلت لك هتضربها في رجلي ولا اضربها? وكان فيه كلام بقى اخفف يا ابن شوية ما تضربش جامد ما تحورنيش. طيب دول الخليج ما تضربوش عندنا نضرب فين? في الحتة الفاضية اللي اسمها ليه? العرق. لكن المغز السياسي هو ان ايران قالت ساضرب وضربت. لم تضرب مدنيا وضربت قاعدة عسكرية بالسواريخ واحد سقطت مات ناس او ما ماتش ناس? بصراحة بصراحة انت بتوقعش كده. المفروض ان كان امريكا على الاقل تمنع السواريخ دي? طلع ان امريكا حسب ما قاله ما عندهاش سواريخ مضادة للسواريخ او بطاريات مضادة يعني بيقولك كده. انا عرفش. انا مش هتكلم في تفصيلة كام واحد مات ولا ما ماتش. لانه ايران قالت تمانين والامريكان قالوا ولا واحد. لا اراقي ولا ايه? لان كانت قاعدة فاضي. فاضرب سواري. لكن ان تنتظر امريكا اكثر من كم ساعة? ده من اه من يوم الجمعة. سابت حد اثنين تلات اربع خمسة فاربعة وعشرين مئة وعشرين ساعة تقريبا لكي تتلقى الضربة من ايران وتصور كما لو كانت هي ايران الدولة العزمة? الحقيقة فيه دروس كتيرة كده. خلي بدك ما انا انا عارف ان فيه ناس هتقولك يا عم حمزة اما متفقين ومشتفين. بس انك تتفق انك تهين امريكا بالضربة دي دي قصة. وده حصل ان شاء الله كنتش جابت بتعريفة. الصومال ما هزمتش امريكا عسكرية. لكنها سحلت الجنود فعلمت عليها. ركز في الكلام. ودهو الجنود عسكريين. وحماس ما هزمتش اسرائيل عسكريا وحررت فلسطين. ابدا. انما استطاعت ان تهيل العسكرية الاسرائيلية لما اضطرتها للنسحاب من غزة. ولما اضطرتهم يخشوا في الجحور. ولما اضطرتها ان يكون لها اسرة ولها رفات تفاوض عليها. خلي بالك بالحكاية دي ان المهمة. اتفكر ان العملية سهلة كده. فكون امريكا تنتظر خمس ايام الضربة وتتفاوض حواليها وايران تضرب عسكريا. هذا لم يحدث فيد. يعني انا مش فاكرة. لا اذكر ان فيد ده حصل في المنطقة. وطبعا ايران مش دولة عربية ولا حاجة. لان طبعا مش ولا دولة عربية تستطيع ان تفعل ذلك. ايه اللي حصل? اهانة عظيمة. مش الضربة. انه ترامب يطلع يقول لك خمس كلمات. خمس مفيش ولا واحدة فيهم سننتقم سنضرب سنرد. صح اساس? مفيش. الكبرياء الامريكي انداس عليه بالجزمة مع كامل تسليمي بانه كان متفق عليه وكل ده. بس في النهاية ضربك في قاعد عسكريا ايه فين? في العلاق. ممكن كان يضرب في في الامارات في السعودية في اي عتا لك في النهاية بغض النظر لم تشهد امريكا انتظارا للضربة التي ستأتيها بهذه المهانة مثل ما حدث. ترامب قال خمس حاجات من وجه النظر. قال لك اول حاجة مقالش بلعل ايه? الدربة. خلاص قال لك ايه اما عملوا كده? وبتاع بس احنا ما ماتلناش حد. يعني طبعا ده كلام فارغ. لان انت المفروض تقول صدينا السواريخ سنرد عليهم بقوة وبخسوة صح? انت راجل بقى جبار بتاع المنطقة. لكن اهينت كرامة امريكا في هذه اللحظة. فبلعت ضربة عداهم. وقال لك ايه? وانسحبت وتنازلت وايران كل كان ده كلام فارغ. في النهاية ايران توجه سواريخ مش امريكا اللي بتوجه السواريخ. وهو عند تخد ايه تتخدع بالاعلام. البارة امريكا الموازي الامريكا. بانه ده عادي واتفاق. مهما يكون اتفاق. بس في النهاية انا شايف والتاريخ بيقول انه فيه سواريخ بتتضرب على القاعدة الايه? الامريكية. فيه اتفاق وفيش اتفاق ده خليه على جنب. هنتكلم فيه. لانه فيه اتفاق طول الوقت ما بين ايران وامريكا انه ما ما يخشوش في حرب كبيرة. يبقى بلعة. وعشان لازم يجيبش شمعة الاخوان. ليه اوباما. اوباما هو السبب هو زي نفس الكلام بتاعه في التأسيس. والاخوان هما السبب واحتمال يطلع اه حد في سعودية الاخوان هما السبب في الحرب الدائرة ما بين امريكا وايه? ما بين امريكا وايران. تلاتة دعا النت وقال لهم احنا عوزين نقعد نفكر بقى في اتفاق جديد والسلام في المنطقة. اربعة باعت سعودية. لانه المفروض. المفروض. المفروض ادبيا انه الراجل ده يعمل دوشة ليه? لانه انا دفعلك ستمائة مليار لكي تدافع عني من التهديدات الايرانية. فاذا بك انت تتلقى الدربات الايرانية. طب انا هعمل ايه بقى قدام ايران? اذا كانت ايران تضرب اهدافا عسكرية حتى لو مفرغة امريكية فكيف تستطيع السعودية ان تواجه ايران? ركز في تكلام بيقول ده? خلي بالك في مليارات اكتر مكان اكتر من تريليون دولار حطيتها السعودية في استثمارات اسمها عسكرية داخل السعودية ولم تفلح. وبالتالي كنت المفروض انك النهاردة بالليل تسمع خبر اه ترامب يقول لك ايه? سنرد بقسوة. لو عمل كده يبقى رائع. انا منتظر نعمل كده. بس الحد لات ما عملش. ولا انا غلطان? يجب ان امشي بالليل يطلع في في حاجة يعني. وروجة لحملات الانتخاب يقول لهم انا اقوى. انا وقفت ضد ايران احنا عندنا النفط احنا عندنا السلاح وعندي سواريخ التراسونيك حلوة او. يا فكرني بالالتراسوند بتاعت الطب يعني. وهنعمل حاجات كتيرا. طب ماستخدمتهاش ليه? لان انا يعني انا بسرعة. فخمس كلمات احفاظهم. بلع ادانة دعا باعة اروج. لانه بتاع تسويق. ما بيعرفش اعمل حاجات ايه? غير العمل. جواد زريف. قال له احنا عملنا الرد بتاعنا خلاص. رئيس اكبر قوة عسكرية في العالم انتظر خمس ايام لحد ايران ما ضربت ايه? ضربتها في قاعدة عسكرية. هتكلم بقى على العراق وليه الدربة في العراق دي? انه يعني ما بقى لش صاحب للأسف. لكن مش مشكلة. يا ريت ابرغيت يطلع يقول لنا حاجة. ممكن يطلع بالليل اوي اوي. بالليل بعد ما انا خلاص يتكلم في البعض.